تنضم يلينا سيدة سومية حدد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحدثنا من أسطنبول مرحبا بك معنا سيدة سومية ما هي آخر الإحصائيات المتوفرة لديكم والمعلومات عن ضحايا غرق القارب قبالة وسواحل اليونان مساء الخير أهلا مساء حادث هاي الغرق اللي عم نبحث فيها المؤسف بهذه الحالات أننا ما منقدر نوصل لمصادر معتمدة تقدر تعطينا بيانات دقيقة نظراً أن العملية تتم بطريقة أصلاً غير نظامية فالمعلومات الأولية المتوفرة عننا أنه كانوا قرابة 700 شخص نسبة كبيرة منهم من السوريين قرابة 300 إلى 350 شخص من السوريين لكن أعود في أقرأ أن هي معلومات أولية غير مؤكدة بشكل جازم في ظل تواتر وصول البيانات حتى الآن مثل ما أتلاحظوا أنه عمليت وصول البيانات من أشخاص الناجين في اليونان هي عم تتم حاولة التعتيم عليها أو عم توصل بطريقة مثل ما بقولوا مسربة نحن نتأمل أنه يكون فيه من اليونان تصريح رسمي يوضح ما جرى بدقة وخاصة أنه في أخبار بالفترة النهائية يعني من الساعات الأخيرة أنه اليونان هي متورطة في عملية تغرق هذا القارب عن طريق عدم تقديم وسائل إنقاذ هؤلاء الأشخاص وعملية الجرى القارب التي تمت تحدث عنها شهود أعيان يعني تحدثوا عن ذلك سيدة سمية وأيضا الأمم المتحدة قبل قليل أشارت إلى ضرورة التحقيق في ذلك في حال ثبوت ذلك بالأدلة ماذا يمكن أن تفعل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية تجاه اليونان هون برحال يكون تحمل اليونان مسؤولية غرق هذا القارب وغفات هؤلاء الأشخاص يعني خاصة أننا نحن نحكي عن أعداد بالمئات للأسف كانت موجودة على الظل هذا القارب لم يتم حسب تصريحات الواصلة إلنا أنه إنقذوا 107 فقط ومناصب عين جثة أما الباقي لم يتم الوصول إليهم وهذا شيء كارثة مفجعة فعليا يعني لازم يكون في تصريح أو توضيح لعدد هؤلاء الأشخاص اللي تم الفقداهم وتم تعرف على الأشخاص اللي تم انتشال جثامينهم حتى الآن طبعاً لحد الآن في هذول الجثامين تم انتشالها على الكبير منها لم يتم التعرف عليها لمن تعود لكن بيانات اللي عم توصل نحن من داخل سوريا واللي عم تم التعرف على أشخاص عم تم يصرحوا أنه فيه أقارب هني كانوا على ظهر هذا القارب من عن طريق نحن هذول الأشخاص عم نحاول نوصل لمعلومات مؤكدة حول من كان على ظهر هذا القارب من السوري ومن نجع منهم حتى الآن اليوم من يتحمل مسؤولية الهجرة غير النظامية بالشكل العام هل يمكن مثلاً وضع آلية لتحويلها إلى هجرة مشروعة؟ المتسبب طبعاً بما يخص السوريين المتسبب الرئيسي بعمليات الهجرة هو النظام السوري يعني الانتهاكات اللي تم مرسها بحق هؤلاء السوريين هي من دفعتهم إلى الخروج حتى مثلاً إذا نحن نحن نحكي عن معظم هذا نطالعين على هذا القارب هنا من أسطن كانوا موجودين داخل سوريا وبالتالي هنا نتعرض لضغوطات عدم شعور بالأمان سواء عمليات القتل اللي عم تصير سواء تضييق الوضع الاقتصادي المتردي سواء مخاوف من عمليات الاعتقال يعني نحن نعرف أن عمليات اللي عم تصير في سوريا سواء الاعتقالات سواء القتل الاغتيالات بحالة في ظروف كبنية غير متوفرة حتى بقاء هؤلاء الأشخاص واضطرارهم للهجرة بهذه الطريقة التي يكون مسبقاً مخاطرها لكنهم يقولون أن أدام خيارين لا تارثة لهم أما الموت في البحر أما الوصول إلى هذا البر الأمان أشكرك يا سيدة سومية حداد مديرة قسم التقارير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدثتنا من أسطنبول ترجمة نانسي قنقر